بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحبا بكم الحلقة العاشرة من سلسلة افكار تقنيات الدراسة بكفاءة ان شاء الله رح نشوف افكار تطبيقية وتقنيات جميلة جدا رح تخليكم تدرسوا في وقت قصير بجهد اقل وبكفاءة اكبر تقرأ والدير للوزير تعوك والهواية تعقل درتكم في حلقة سابقة حلقة مستقل لا درتكم يعني كلام عام كلام قطيتكم بعض التقنيات لكن في هذه الحلقة رح ندخل مباشرة في التقنيات من فضلكم شوفوا هذه الحلقة المستقلة باش تفهموا معايا اليوم الافكار هذه التطبيقية مجربها قاع تجبتها من حياتي مشي هكا مشي افكار نظرية كما قلتكم في المقدمة تعلم السلسلة مشي افكار نظرية افكار تطبيقية نطبقها تطبقها مشي اي واحد ينجم يطبقها فيكم لمن فضلكم لو حجيبوا ورقة وستيلوا ورقة واقع لمن فضلك وبدا تكتب عناصر كما نكتبها نهلا بدا تكتب فيها باش تستفاد منها من بعد تعاودها تكررها في حياتك اذا كنت تتفرج هذا الفيديو على الجل بريزير اغدائه في وقت تكروع دي الحاجة اخرى خير اما اذا كنت تفرج هذا الفيديو باش تطبق شي لا يقول فيه فمرحبا بيك اول واهم اهم تقنية يعني متعلقة بتقديس الوقت هذا المبدأ مهم جدا لك تنجح فياتك تنجح في دراستك تقدس الوقت اذا ما قدست الوقت راح ما تصل للنجاح فهذه التقنية الاولى هي التي اجبت منها فكرة الحلقة الاولى عن النظافة هذه التقنية مكتف البكالوريا نخرج كنجي خارج من منزل كيف نفعل؟ نكبت زوجسطور ولا ثلاثة من درس من الدروس ونبدأ نقرأ فيها نفهمها مليح زوجسطور ولا ثلاثة تتدي منك نص ساعة نص دقيقة نص دقيقة تقرأ فيها تفهمها مليح زوجسطور ثلاثة وتخرج من منزل وتبدأ في ذلك خمس دقائق تراجح فيها في رأسك تعاود فيها تعاود فيها عشر خطرات عشرين خطرة في ذلك خمس دقائق فقط تمتري زوجسطور ولا ثلاثة وهكذا يعني تخيل في اسبوع عشر خطرات اصباح وشية عندك عشر خطرات عشرين سطر على الاقل على الاقل ممكن ثلاثين سطر ممكن ربعين سطر في اسبوع في وقت ما تستغله في والوف كان يستغله غي يتحدث عن كريسيانو بارشا دار اصباح من رونالدو هناك أمور لفائلة فيها فأنت تستغلها في هذا الشيء هذه الطريقة جميلة جدا ونفعتني بزيف بزيف العامة على الباكالوريا ونقبض كراس ونحفظ التاريخ جغرافيك كذلك الوقت الذي قدامنا يأتي الأستاذ للقسم بعض المرات يتأخر الأستاذ خمس دقائق عشر دقائق هذا الوقت استغله تعلم في حاجة الوقت الذي يكمل أستاذ الدرس الأعقل كنت نجبد دفتر المصطلحات تاريخ جغرافيا ونحفظها في هذا الوقت الذي يكمل الدرس يبقى العشقاء يقول الله يخلينا فيها نحفظ المصطلحات فيه وهكذا التقنية الزاوجة مهمة جدا كذلك في تقديس الوقت في الجامعة الأستاذ الذي لا تستفادش منها يخرج لها لا تريد أن تحضر له دروسها الأستاذ الذي يأتي يقرأ هذه الحصة القراءة أو حصة طب أو حصة هندسة هذا يخرج لها لا تحضر له ونذهب في عوض ما تقرأ عندها إما قرأ هذا الدرس في كتاب يعني بيداغ وجيوم ليح إما تفرج فيديو في اليوتيوب أو لا على هذا الدرس وسجل نقاط مع هذا الفيديو كذلك تفرجوا فيديو ومن فتلكم سجلوا النقاط كذلك تسجل النقاط كما تسجل فيديو هذا لك معي من على عام من على عامين كتبغي تعاود يعني هذه الأخر بمجرد أنك تقرأي هذه الصفحة الصفحة هذه تسترجع على المعلومات نفس الشي مع الدروس في الجامعة كتكون مع الأستاذ تسجل على نقاط تاعها هذه النقاط المراحدة التي تسجلها في الورقة كتبغي تسترجع على هذه المعلومات التي تديها في السواع يكفيك أنك تراجع صفحة تعدقيقة أو لاسوش فقط هذا مهم جدا التقنية الثالثة تسجيل النقاط استغلال الوقت مسألة تقسيم الدروس مسألة تقسيم الدروس تقسيم الكتب عمرك ما تقرأ كتاب ولا درس دفعة واحدة هذه نصيحة نعطيها لكم مهمة جدا واستفاديتها من القرآن الكريم القرآن الكريم منزل 23 سنة من زج دفعة واحدة وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورثناه ترطيل والله عز وجل يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيله فرقناه فرقناه تتني فرق دروسك فرق كتبك ولي تكون في الحق المستقلة يعني هذه الطريقة تعلون العناوين تلون العناوين تنفعك لكي تركز تركيز في المقطع اللي غيبين لونين هذا المقطع اللي غيبين لونين هو اللي يستغلوه في هذه التقنيات تقدر وكل الذي هو انك تقرأ مثلا في عود أنك تقرأ درس كامل في ساعة كاملة تقسم ساعة إلى 4 ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة وكذا نوع الصباح للسبعة مثلا للصباح تقرأ ربع ساعة غير مقطع من مقاطع الدرس وبعد نص تقرأ ربع ساعة بهذا وهذا تقبض ربع ساعة الزوجة خمسة قايق الأولى منها تراجع فيها الشيء اللي قريتها في السباح وعشر قائق اللي يبقى تراجع فيها المقطع الثاني وهكذا يعني ربح ساعة ثالثة تراجع خمس قائق أولى المقطع الثاني وعشر قائق اللي بعدها تراجع المقطع الثالث تركز فيه مليح لأنه عندك مقطع صغير مخك يركز فيه مليح وما يتعبش معه فهذه الطريقة تقسيم الدروس تلكم كنا في القرآن الكريم لازم تكون تديروها حتى الكتب عمرك من تقرأ كتاب دفعة واحدة أنا القرآن الكريم قريتها في حياتي وإن توليت نستفاد منها مليح راني في عامين هذه التولة ما زال مختمش القرآن الكريم في عامين مختمت عمري مختمت القرآن لا في رمضان ولي في غير رمضان رمضان يعني اللي بشي هذا اللي فات اللي قدامه قريت صورة إسراء فقط رمضان كامل استفاديت في هاد العامين استفاديت من القرآن الكريم أكثر من اللي استفاديت منها في عشرين عام مقبل بطريقة الختم يعني كل شهر تختم وله هذه الطريقة هذه تعايد نكتاج نفس الشي عمرك ما تقرأ كتاب بدفعة واحدة قراء فصل في أسبوع، فصل الثاني في أسبوع الثاني، فصل الثالث في الأسبوع تعالتها براوية وكولها مليح استفادة من الكتاب هذه مسألة مهمة جدا قسم الترس وتزيد معها التقنية تقديس الوقت راح تمتلزين مليح مليح شي لك تقراء فيها الأسئلة الأسئلة كما قلتها لكم في الحلقة المستقلة نعاودها الأسئلة سقسي 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 مسألة التفاعل لازم في القسم؟ لا تكتب أسئلة كتب المشاركة والتفاعل في القسم علىها لأنها لديها سببين أنا لاحظت الذي يقرأ معي في التفاعل التاعي أن الناس يتعدوا بالأصابع الذين يشاركوه هم الذين يتلقاهم يديروا الإصطاج فولونتاري، يتعلموا من عندهم، يزيدوا من عندهم هم الذين يتلقاهم عارفين ما يديروا، وعارفين المهنة التاعهم، وتلقاهم هما يغادوا بيبوا الأطباء ممتازة نفس الشيء يجب عليها التفاعل و تشارك لأمرين السبب الأول أنك تقعد منتابه لأنك تشارك لأنك توظف أعضائك، توظف حواسك كلها في الدراسة هذا الشيء يجعلك منتابه و يجعلك تثبت المعلومة أفضل لأنك توظف حال من حاسة ثم مسألة الثانية في التفاعل المشاركة هي أنك تخرج أخطائك هذا الذي يجب أن يساكت لا يشارك مواله و لا يسقصي، يجب أن يساكت هذا تكبر فيه الأخطاء ولكن الشخص الذي يشارك هذا سيجعل الأخطاء فكي يقول الأستاذ يسقصي سؤال، الأستاذ يعرف الخطأ عند التلميذ يسحّه له يسحّه له أخطائه، فهذا الشيء مهم جدا تصحيح الأخطاء ثم نجو لمسألة الأخطاء، الأخطاء مهمة جدا كتبوها الأخطاء، أخطاء مهمة جدا في العن بلا أخطاء لا تتعلمش، لا تتعلمش بلا أخطاء، لازم ندي الخطأ، لازم تعرف بني لازم ندي الخطأ صحيح؟ ندي الخطأ، قدام صحابك ندي الخطأ، قدام الأستاذ خير ما نديها غدوة قدام مريض أو قدام تبني تهدم ببناية أو تحفر بها طريقة، فهذا مهم جدا ثم مسألة استعمل الدارجة، هذه التقنية مهمة جدا استعمل الدارجة، استعمل لغة العامية مثلا عندك ركبة نص فرنسي أو درس بالفرنسية أو باللغة العربية الفصحة، جاء سعيب معقد، مثلا سكاري مثلا تحولها للدارجة في مخك قال مثلا السكر لانسولين مكانش، لانسولين لا يحل الباب على السكر كي يدخل للخالية، فالخالية لا يدخل لها سكر كي يدخل لها سكر، ستفشل، 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 سيأتي للإنسان، مريض السكر يأتي لجهة الفشلة السكر يعني يكتر في الدم، كي يكتر في الدم يبدأ يمص الماء من المخ، يعطيه فشل، يعني أعراض عصبية، يبدأ يمص الدم من العين، يعطيه خالل في الرؤية، فبدأ تحول للدارجة، كي تحول للدارجة للعالمية، الدرس يأتيك سهل وتحفظه منيح بسرعة يعني تربح الوقت في عوض عندما تقرأ الدرس في، بشتفه ما تقوم بفزيوسواية، يعني تقوم بغير نساعة يعني هذه المجربة هنا نقول لكم، كي تحولها للدارجة في مخط، يعني كونفرتير فرانسي دارجة، يعني نقول لكم كما هذه طريقة نافعة جدا 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 جدا، استعملوها، استعملوها، تربح وقت كبير، تربح وقت كبير مسألة دخل الأرقام، هذه مهمة جدا، نحن نعطيك فيها تقنيتين، تقنية المنبه الهاتف و تقنية السبحة دخل الأرقام، كي تدخل الأرقام في الدراسة، دكتو فهموا شيء الدخل الأرقام، تجعل هذا الشيء يجعلك تكون مرتبط مثلا، نقول لكم الحقيقة المستقلة، تقنية المنبه الهاتف إلى 20 دقيقة، وهذه نعطيها لكم معلومة للمخ يقود 25 دقيقة، كي تدخل فيه 15 دقيقة يبدأ فمن الأفضل أن تقرأ 25 دقيقة وتريح خمس دقائق، تعود تقرأ 25 دقيقة وتريح خمس دقائق، فاستغل تقرأ 25 دقيقة في المنبه، وبدأ هذا 15 دقيقة تريح خمس دقائق إصلاح، وتريح خمس دقائق وما يقرأ معك فملك سوني، ولكن لو كان تقرأه بشكل مفتوح، فتقعد عن حجارك، وتقرأها بعشوائي، ولكن لو كان تريح خمس دقائق مستقل، كانت وقت تقول تحفظها بلاسة يعني غير هاك فما تكون مرتبط بحاجة لكن لو كانت تربطها برقم مثلا تلاتة وثلاثة 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 يعني هذه السبحة تخليك تلتازم أفضل وتخليك تركز على الشيء الذي تحفظ فيه تقول هاك فهذه مسألة دخل أرقام مهمة جدا ثم طريقة قراءة الدرس مثلا هذه طريقة جميلة كذلك كد تجي تقرأ درس لا تقرأ مباشرة كما الجريدة كدف تقرأ فيما استعمل طريقة يقول لكم عليها التقسيمة وكذلك هذه الطريقة زيناتها أنك تقرأ أول شيء تقرأ غير المقدمة والخاتيمات تفهمهم منه شاميكو ومن بعد تقرأ غير عناصر الدرس عناصر الدرس هو أول فقرة منهم وأول عبارة منهم كما تدين ضعاهم على الدرس ومن بعد في المرة الثالثة عاد تبدأ تقرأ الدرس من الألف إلى الياء هذه تقراها دروك تقراها بكذا أفضل خرمني تقراها من ألف إلى الياء مباشرة هذه يعني ما كنت توقع شرك تقرأ وفرح تستهلكلك وقت صدقوني هذه تربحك وقت هذه الطريقة هذه تربحك وقت تستفادها تروح تريحها تروح ديرها حاجة ودخرة خرمي تقعد في القراءة ثم مسألة حفظ العناصر كاين طريقتين نعطيها لكم أنتم مزيدوا وتخيلوا حفظ العناصر تحفظ مجموعة من العناصر شدير هذه العناصر التي تحفظها ربطها بحاجة ربطها ربطها بحاجة أصلا حافظها مثلا نستعمل طريقة في حفظ أعراض الأمراض ما نستعمل؟ نقبض أفراد العائلة ولا أصدقائي تخيلهم في مخي تخيلهم في مخي فنضع عليهم نضع على كل شخص نعطيه المرض معين ومن أفضل يكون ذلك الشخص مريد ذلك المرض إذا لم يكن مريد ذلك المرض لسق فيه مرض معين وبدأ الأعراض تخيل في رأسك تخيلها فيه هو قال فلان محمد مثلا فيه هدأ سكري محمد يشرب بزاف الماء محمد يبول بزاف محمد فشلان بزاف محمد يهلوس محمد ليشوف شمليه يقول لك معاك تخيل فيه مخيك الشخص الذي تعرفه يجب أن تعرفه لكي تلسق معلومة ليش حفظها بمعلومة حفظها هذه مهمة جدا هذه الطريقة والطريقة الثانية هي طريقة يعني تحط عناصر مثلا مجسامة كل عنصر مجسام مثلا كيلو بطاطا مثلا كيلو بطاطا مثلا كيلو تفواح كل عنصر تضعه في غرفة من غرف منزلك ولا غرفة من غرف منزل تعرفها تحفظها منزل حافظة تعرفك يا جداتك ولا أختك ولا واحدة من هذه الأشياء فسدات حط قال كيلو بطاطا في الصالة كيلو تفواح في الحمام وهكذا 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 ولك فهذه الطريقة هذه اللي يحاون توما بتدعو من عندكم ثم مسألة استعمال الشعر والغناء هذه مهمة جدا نحن عدنا في يعني نديكم حلقة خاصة على المثون العلمية الشعرية المثون الشعر مثلا ألفية بن ومالك يعني كاين هذي تقرطوها معا التقنية اللولي لقيتها لكم تعرف ربح الوقت قادر تدي علم كامل اللي هو علم النحو تديه في خمس دقائق هذيك اللي تخرجها من المنزل شدير هذه ألفية بن ومالك مثلا أعطيكم مثال تخليك تحفظ بالشعر تخليك تحفظ عناصر مملة مثلا يعني أسماء الستة مثلا ورفع بواو ورفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا ما كانش فيه الميم فام فاهو فوه فيه أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن شو كيتحفظ طريقة سهلة هذي غدين قوتكم واني نديلكم عني حلقة خاصة مثلا فرائد وضوء فرائد الوضوء في أسهل مسالك تعالفقه المالكي مثلا الفميتين بيتة لأسهل مسالك تحفظها كل يوم بيت كل يوم دي رغيه بيت فيك خمس دقائق اللي تخرجها من المنزل في عامين ثلاثة بدون ما تشعر تقاروح عن دقاء الفقه المالكي فرائد الوضوء سبع عدها فنية وغسل وجه بعدها وغسل كاليدين للمرافق ومسح كل رأسي بالمفارق وغسل رجليك لكعبيك استقر والفور ودلك بذكر إن قدر هيا سبع فرائد وضوء تحفظها في تفت أبيات سهلة جدا تحفظها غير في الطريق تعال من منزل المدرسة ولا من منزل المجد أمر سهل جدا 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 لو كان نستعملوا هذه الطرق هذه الأفكار تشوفوا هذه الطرق شيئا أهميتها فستعمل شعر وكذلك يعني شعر ممكن صعب جدا في الجامعات ولا في الأخر ممكن صعب صح ولكن هي طريقة منحة نحنا ممكن نوطفوه شيء آخر في الطيب مثلا الغناء 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 كيمة A B C D E F G هذا اللحن هذا يخليك تحفظ الأمور فتدخل عنصر الغرابة كما تكون في الحلقة المستقلة عنصر الغرابة حاجة خارج على المألوف تخليك تحفظ تعاونك في الحفظ ليس كما حاجة مميلة لا لازم هذه الحاجة المميلة تدخل عليها عنصر الغرابة هذا عنصر الغرابة والذي خليك تحفظ منه خليك تفهم ليه فتدخل غنية مثلا على أعراض الأمراض ولا على أي شيء تحفظه ولا على أسباب سوق الدولة كذا فلانية تدخل غنية تخرج غنية هكذا من عندك في مرأسك وتحفظها هذه تساعدك باش تحفظ أمورها ثم هناك مسألة طريقة كذلك كتبو هذه العناصر من فضلكم الموايا من نيمو تيكنيك هذه في الفرنسية ولكنها كائنا في اللغة العربية مثلا في علم التجويد خصة ضغط انقذ حرف استعلا مثلا هذا الحروف الأولى تحت كلمات هي حروف الإغفاء مثلا نفس الشيء الفرنسية مثلا او سي جي اس هذه الحروف الأربعة هذه هذه الحروف مثلا هي أول حروف من عناصر تعشيء معين مثلا او سي جي اس إذا جاءك مريض بيه ديسبني ايجو يعني ديسبني يعني نهجة ديق تنفس ما هي الفحوص الأربعة الأولى التي تطلبها تطلب E إلكتروكارديوغرام تطلب C كليشي توراسيك تطلب G غازومتري أرتيريير و تطلب S صنغة لكي تحوص على الانيمي تشاهد لكي كان الانيمي الذي جاءت لها النهجة هذه مثلا بيه دولار توراسي يأتي كأحد مضرور من صدرها فيها ألم صدر في الصدر في أول أربع أمراض تخمم بها بيريكارديوغرام إي انفرق دزميوغرام أمبوري بالمونار و دي ديسكسيون أورتيك فهذه تساعدكم في موقع الجماعة الطبرة يتطلبون بشيء كان موقع كما هاك فيه قحد الموائم نيمو تكنيك سموه ميدي شرطة ميمو ثم هذه طريقة مهمة جدا ونفعتني بزبزب في الحفظ ثم مسألة كما قلتكم دخلوا العواطف والغرابة هذه سفيتهم تيتانيك دخل العواطف ودخل الغرابة فالشيء لك تحفظ فيه تيتانيك علاها مخلدة في ذاكرة الناس لأنها في الفيلم دخلوا فيها عاطفة الحب لو كان من دخلوا عاطفة الحب الناس لا تتعرف تيتانيك فالعاطفة دخلوا عاطفة الإحراج مثلا هذه اللي قلتكم الأسئلة عليها الأسئلة تخرج لك أخطائك وكذلك تحرجك كي تحرجك راح تنساج لك المعلومات على الإطلاق لأنها مرتبطة بمسألة المشاعر وهذه اللي قلتها يكون في الداريجة عليها الداريجة عليها نحفظ الشيء يقوم بالداريجة أسرع تخيل هذه سفيتها كذلك من العرب العرب القدامى كانوا يحفظوا بقصيدة كبيرة في أول سماء كانوا يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة نفس الشيء نحن عندنا نفس الشيء نحن عندنا مع الداريجة يقول معك ساعة ساعتين في القهوة يحكي القصة بتاع ساعة تعودته اللي غدوة تحكيها الوضاع بكل تفاصيل لأنها لغتك الداريجة اللي تستعملها يوميا اللي تفكر بها اللي مدخلة مختلطة بثقافتك واللي مختلطة بمشاعرك مختلطة بمشاعرك هذي مهمة جدا أنا بيقول لكم استعملوا الداريجة ثم مسألة اختصر وسجل ملاحظات قلت عليها وعاودها اختصر وسجل ملاحظات ثم مسألة الفهم اهم من الحفظ من فضلكم احنا دروك لعنا واحد المستوى منحط جدا يعني اللي قلتها عليكم في الحلقة المستقلة قلت لكم نازم نقرؤ من اجل العلم من اجل اننا نبنو بلادنا ونبنو امدنا من اجل انك مثلا تقرأ الطب من اجل انك تداوي المريض من اجل انك تجيب النقطة وتجيب شهادة لا هذي تجيب نقطة وتجيب شهادة هي اللي ها منتاشرة دروك وهي اللي راني نشوف بها كوارث يعني انسان يبني بناء ما يعرفش ارشيتاكتر ارشيتاكت عفوان يبني بناء يغش فيه لانه مقرأش كان يقرأ على جال النقطة كان يقرأ على جال الشهادة فهذا هؤلاء اللي يخسروا البلاد هذا اللي من الفضل لكم نعطيكم نصيحة اهتموا بالفهم اكثر من الحفظ فهم يرسخ ولكن الحفظ يتبخر ما تعيه ما تعيه يتبخر كما يعني يعني العقلية هذي اللي راها منتاشرة بزاف الجامعة اللي ننصحكم تتخلوا عليها هي مسألة يعني حددنا الدروس مثلا تخيلوا يعني طبيعي بيقول حدد لي الدرس ما تقرينيش للمرض فلاني وما تقرينيش للمرض فلاني قد يتبخر منه يمكن أن تبكي مرض به لكن السألة يعني مستعمل العودة لي كوسيام ما دين تشرب زاف في كلية الطب عودنا لي كوسيام الطالب الطب بالطب لا يرضى الى أستاذه لا يعود لي كوسيام والأستاذ هذا هذا الأستاذ هذا كوار لا يعود لكوسيام بدينا ايجاه قيد لا يعود لكوسيام هذا الشيء لو كلموا فيه كل الأستاذ يلخص لنا الدروس كل الله يعود لنا الكسيام يقول لها هذا البروف وعر هذا ما يعود لكسيام مهم يعني راكم تعرفوا الجامعة الجزائرية راكم تعرفوا الناس تحوي صغير للنقطة هذا الشيء هو اللي يركز عليه لازم تقرأ من أجل القرائم شيء تقرأ كما الكلمة اللي قلت لكم الماكلة لا مرهش من أجل ملء البطن وإلا رحكو الصوف رحكو اللقطة الماكلة من أجل الانتفاع نفس الشيء الدراسة من أجل الانتفاع بما تدرس وغطعنك يتابعوا بما تدرس من فضلكم وتفكروا يعني تفرجوا الحلقة المستقلة من فضلكم باش تستفادوا مليح اللي قلت لكم يعني لازم تحتقروا الانتحان احتقروه يعني احتقروه احتقروه شيء ما يقول لكم فيه مش شيء غير تسمعوه صحيح لا تبقوا صحيح احتقروه اه قروا من أجل يعني الانتفاع يعني ديروا اندخلوا النية يعني كما قلت لكم المخ يحتاج الضوء والأكسجين والماء هذو ثلاثة يستحقوا من مخ يمكنكم قروه في مكان يساعدكم خيروا المكان يساعد فيه الهدوء في القسم كذلك اما اختار الامام اما اختار الخلف هذه امور مهمة اكثر مما تتوقع ممكن تغيس تغيس غير على معلومة مثلا لا تغيس على معلومة ممكن ديك المعلومة اللي في الطب مثلا ممكن سلك بها مريض ولا زوج ولا ثلاثة فلا تغيسوا من فضلكم لا تغيسوا هذا العلم اهم مما تتوقعون وهذه العقلية اللي قلت لكم تعاود ناكسجين وكل شيراها تبصنا الواحد الموصل واحد لكونسيكونس من عشر سنين من عشرين عام خطيرة جدا يعني راح نكبروا عليها لازمنا من دروك نقطعها من خلوها تتطور الى ما هو اكثر واسوأ من دروك نقطعها حبسوا هذه تعاود الكسجين حبسوا هذه تعالي كاكليني مدينش كاكليني حبسوا هذه حددنا الدونس حبسواها من فضلكم هذا الشيء من دروك نقطعه في رسالتك لعجبها هذه الفيديو عجبوا هذه التقنيات من فضلكم شاركوا هذه الحلقات لان هذه الحلقات مكانش اللي راح ينشرها اصلا كيف لا ينشرها عندي اصحابي فقط راح ينشروا هذه الحلقة حتى انا وليس نشرها لاني درزكتها في الفيسم فمن فضلكم انشروا هذه الحلقات اذا صبتوها نفعتكم حتى ينتفعوا بها ناس اخرين وتدوا اجر مع يعني من نسبة ذلك اما الجام اما الكموتر هذه امور لا تهمني نسا exactly what I told you يهمني الكموتر اذا كان في عيب تركه لي اهديني عيبا sagen فهذا مه sulit في هات الحالة يهمني يهمني البرتاج ويهمني البرتاج بدايك بالشياء اللي يقولك هذا هو يعني ان لابنتي واجبعد تarenthوي يطور ويكون افضل ويطور الأم explicه ويطور وطني اما جام وكموتر هذه امور سخيفة لا يعني من نانasis مسارك من فضلكم انشروا هذه الحلقة ونشرح حلقات لعجبتكم. سبحان ربك رب العزيزة عما يسيفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.